اشتركوا في القناة لا أحببت هذا وحبت أن أعطيكم الفكرة هنا اخذت موضوع شوية يتأتي ملعقة أكل مارغارين وزبادة ملعقة أكل ممتغط يوجد ملعقة أكل وضع الملح وفص عذيب لأغلي البطاطا يتلقى البطاطا كامل بسم الله أول شيء نبدأ هي هذه البطاطا نقطعها ديكاري تقطعها ديكاري صغير تم تم طيب لكم وتقدروا أن تقوم بها دور الكمفيت خانة سهلا نقطع كامل هذه البطاطا كما رأيكم وقد استطعت أن تكسرها تسخني فيها مسخن ونضع فيها قليلا على الملح حتى يتم طيب البطاطا من جهة أخرى نحن نضير هدك الحمتاعين قطعوه نضيره ديكاري تسخيله اسكالوب وإذا لم تكن تحبوا تديره ديكاري أو تقدروا ديكاري كل واحد يحب الحمتاع أنا أحب أن نضيره شعبه في تلك الحمتاع إذا كان لديك مرسو تلك الحم كبير قطعوه بيان يجي ملاه إذا لم تكن تديره ديكاري قطعوه مرسو صغير قطعوه مرسو صغير كل واحد يجيزونه في مرسو صغير تكون قطعوه مرسو صغير ولكن أعرفي بالقرب إذا لم تكن مرسو صغير أردت أن نضيف لك ما أنهي نضيف هذا الحمتاعكم تخفيض لانهي توجد بيان يجيزون ان يصل لك وصلوا بيان تحتك ثم يغرروا مرسو صغير ثم يغرروا بالقرب وما يقوم تؤديك كامل اشتركوا في القناة هنا انا اكملت الطرنشات كامل نضربها بالهموس لكي تكون لديها الطرنشات لي لا تقعد فيها دودان لا تقعد فيها هنا المرسو الثاني حكمته هكذا نقطعه يبتدي انا احبت برك نوري لكم كيفية تقدروا الحمادة كيفية تقليوه تماريني وخفيف الضريف تقدروا هذه الوصفة جيدة سهلة نقطعه هكذا مكبار ومصغر كما رأيكم اشتركوا معي ونكملوا الطريقة معا بعد هنا كما رأيكم اشتركوا معي نضربها بالموسس لكي يقعدوا بلات هكذا منه لا تقعد فيها لا تقعد فيها اعجاج كما رأيكم نضرب لكم نكملهم كامل هنا نبدأ المرسو الثاني نضرب بعض الزيت كما رأيكم نضرب ملاقة فلتاكلا فلتاكلا نضرب ملحة لا يزال في ملحة لا يزال يجب ان يضرب ملحة هنا نضرب حوالي ملاعقة قهوة من كل شيء الملح وفلفل عكري وفلفل كحل ندرهم كامل إذا كانتكم شوية بودرة على الباصة تقدروا تضيفها هنا يدفن ويتلقى البنتاء ذلك نقم نخلطهم ونخليهم في فريجيدال ولو حد نصف ساعة أو ربعين دقيقة كل ما تخلوه يطول قد ما يجيبنين بعد نقليوهم مع بعض من جهة أخرى البططة ديالي رهي تغلي رهي قريب الطيب ذلك الطيبين نقطروها ونشوفو كيف ندرها قلنا عجبة عشاء خفيفة احبت نديره في صلاطة اخذها في صلاطة فريجي يجي بزاف ملاحة احبت ناخد هنا حبة أخيار حبة زرودية حبة طماطم عندي شوية شلاطة وكما لا ترونوا هنا عندي كرافص انا الشلاطة توجد لها كرافص تعرفوا لي كرافص فيه فوائد بزاف واستعمله في صلاطة سأجيكم تانيك كملاحة دو كان الخوضر كامل كنت خصلتهم نقطع فلصالة في صلاطة فريجي نقطع فريجي لا يجب الوضع نقطع فريجي هنا نقطع فريجي الكرافص كيف نحب نديرها في صلاطة تتجيكم بشكل عندها وحدة البنة خاصة تجربوها ونقولوا لي نقطع فريجي كما رأيكم ترونها نقطع فريجي كما نقطع فريجي نقطع فريجي لن نحب نضغط هذا الضوائر لا نحب نضغط فريجي لن نقطع فريجي نقطع فريجي لا نجد المساعدة بعد قد اضغط جديد فريجي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نحن نخلطها هنا ونضعها فلسية ونضعها فلسية ونضعها من فوقها نضعها في الفيديو ونرى كيفية تكملها حلولizarăng يوضعها فلسية ونضعها فسيئة المصنعب فلصية حوالي ملاعقة التأكل تعزيز للجمالية ونقلي هذه الحمتة التي كانت مارينة جالست لنا نصف ساعة في هذه المارينات ونقوم بإطقالها ونقوم بإطقالها لكم ونرى كيف نقوم بإطقال البطاطا هنا يقضرت البطاطا من الماء بحق wedتوغر تفتير ونقوم بطاطا بنا بحق التطع إذا كان للماء بطاطا بختم إذا كان للماء بطاطا بحق الإيجاب أم أن أنت الذهاب يدرب بطاطا بسيطة وعليسا ما تقوم بحق التطع أخرج أن نستخدم هذه الطريقة لنقوم بجمالة أكلا زبدة وعليما لنقوم بحق الزبدة ما تريد زبدة هدية أن تضغل بالميل ونقوم بحق لابداء ربعة أسفل الحليب لا أريد الحليب سوف يكون ملع قليلا لكي يكون ملع حساب الحليب لا تحبه لا تحبه البيوغي لا تحبه البيوغي والحليب يجب أن يكون سخونة كلما تفعل الحليب بارد سوف تبرد لكم البيوغي و تستخنها لكي تأكلها سخونة هذه الطريقة كما المطاعم لن اخذ المطاعم ويقومون بأكثر بلن يجب أن نجد البيوغي تأكلم الذي لديه مستخدم يجب أن تحضر البيوغي تأكد أو يجب أن تراد هنا بعدما نكمل البيوغي تأكد لا أريد أن نقوم بأكثر حليب سوف تحكمه في الحليب نقوم بأخذ التدام ونقوم بأخذ الحم ونقوم بأخذ المعدنس والطابق ثاني يكون واجد طابق خفيف ضريف تقدروا فسامينه تقوم بعمل هذا الطابق هنا يوجد طابق ثاني يوجد شيئة لا يوجد فوقه طابق اليوم كان خفيف ضريف و ليس شيئ كامل صعب تقدروا كامل ديره سرتوا مع السخانة هدية نجد واحد يكون شوية صالات شوية بيوري العشاء ثاني يكون سهل لكي لا نقعد بزاف ثاني في الكوزي هنا مع السخانة هدية ان شاء الله نكتل لكم في الوصفات كما هدوما سهلين إذا كان فأني وصلت إلى آخر الفيديو ما أبقى عليها غير أن نقول لكم إذا أعجبكم الفيديو تالي يومها ما عليكم غير تخلو اللي جام وتبرضجيوا الفيديو نتلاقوا في أصفات أخرى إن شاء الله أتحال الله في رواحتيكم و أبقوا على الآخر